وبتعرفوا أحباء لما نقرأ في رسالة بطرس التانية يقول لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته لأنه أخذ من الآب لحظ الكلام كرامة ومجدا هنا بطرس لما بيكتب بعد فترة زمنية معاينين عظمته أخذ كرامة ومجد إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به ونحن هنا بطرس بيشهد سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس مش بس بيكتفي في البرهان اللي شفوه بأم عيونهم لكن بيستشهد بالكلمة وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم يعني كل هذه موجودة في العهد القديم واللي بيدرس هذا المجد في العهد القديم والظهرات لابد أن يكتشف أن هذا مجد إلهي نوراني سماوي مجد غير عادي حل ثم يقول أنه إحنا لم نتبع خرافات مصنعة يعني ضد القاضة المزيفين اللي بحاولوا يعني أعطيني البرهان أعطيني الدليل ولسيما بعد فترة يعني بيسأله يعني كأنه بكذبوا شهادة الشهود بلفقوا خرافات أساطير فبقول لم نتبع خرافات مصنعة إحنا عيننا عظمته شفنا معجزاته شفنا جسد قيامته صعوده إلى السماء كله كان أمام عيوننا كانت لمحة لجلاله الباهر مجد المتقلق طبعا بيتكلم كمان عن مجيء إذ كنا معه شهود عيان ثم الكلمة النبوية إخوتي وأخواتي ثم الشهادات شهادة الآب شهادة موسى اللي كان مع يسوع على الجبل موسى يمثل الشريعة النموس وإلية هؤلاء أعظم رجال في العهد القديم إلية يمثل الأنبياء ودول إلهم كرامة كبيرة عند اليهود إلى يومنا هذا فإذن شهادة الآب شهادة الروح بالسحابة النيرة شهادة موسى وشهادة إلية العهد القديم الطوراء والأنبياء ثم شهادة الشهود العهد الجديد بطرس يحنى يعقوب كل كتبه يحنى كتبه بطرس كتب عن هذا الاختبار عن المجل العظيم اللي شافوه ثم أحبائي شهادة الكلمة النبوية وهي أثبت فإذن هون عن وحي الأصفار المقدسة يقينية الشهادة الرسلية شهادة الرسل يقينية الكلمة النبوية ثم يقينية الشهادة الموحدة بين إلية موسى بطرس يحنى يعقوب كل شهادة موحدة لشخص المسيح خروجه ذهابه إلى أورشاليم لكي يتمم الصلب والموت في أورشاليم لكن سيقوم في اليوم التالت شهادة الرسل الرسل المبنية على حقيقة مش على تزييف موسيقى 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 اشتركوا في القناة